اكد سعادة السيد جمال محمد فخر أن بالأول لرئيس مجلس الشورى أن النماء والازدهار الذي تشهده العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان ترتكز على ثوابت ورؤى مشتركة وروابط أخوية واستراتيجية ممتدة منذ عقود وتحظى بدعم ومساندة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه واخيه حضرة صاحب الجلالة سلطان عمان حافظه الله ورعاه نعم وخلال استقباله لمعالي الشيخ خالد بن هلال المعوى لرئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة نوه فخره بمسارات العمل والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات مؤكدا أن العلاقات البحرانية العمانية راسخة على مر التاريخ وتشهد تطورا وازدهارا يجسد عمق الروابط المتينة بينهما مشيدا بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين السلطتين التشريعيتين في البلدين الشقيقين مثمنا مستويات التنسيق والحرص المتواصل على صوق رؤى مشتركة تجاه مختلف القضايا في كافة المحافل البرلمانية من جانب أعرب معالي رئيس مجلس الشورى بسلطانة عمان عن عظيم الفخر والاعتزاز بالعلاقات الراسخة والروابط المتينة بين مملكة البحرين وسلطانة عمان مثنيا على دور مجلس الشورى في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس التشريعية الخليجية وما يقوم به من جهود للنهوض بالعمل البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية وأكيدا حرص مجلس الشورى العماني على ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات مع السلطة التشريعية في مملكة البحرين